السلام عليكم عزيزي المشاهد أهلا بك بالحلقة السابعة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو شرح الأعراض والأسباب الأولية لألم المرارة والفرق بينه وبين ألم الكبد تابع معي للنهاية لأن هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد وخلينا نبدأ بصلب الموضوع ما هي وظيفة المرارة؟ المرارة عبارة عن كيس صغير تحت الكبد وله وظيفتين تجميع وتركيز عصارة الكبد الصفراء المسمى بايل إفراز العصارة عن تناول الدهون وظيفة العصارة بشكل أساسي هي هضم وتكسير الدهون لتسهيل امتصاصها في الأمعاء بالتعاون مع عصارة البنكرياس وتسمى فات إميولسيفيكيشن وكمية السائل المفرزة هي 400 إلى 800 ملي في اليوم حسب كمية الوجبات المتناولة ما معنى ألم المرارة؟ يحصل الألم بسبب الحصوات و80% من حصوات المرارة لا تسبب أعراض إلا عندما تتحرك وتسد قناة أو أنبوب المرارة فيتراكم سائل العصارة الصفراء في المرارة فتنتفخ وتتورم وتسبب الألم وقد تنفجر في حالات نادرة فقط ألم المرارة يحصل بشكل فجائي ويوصف بأنه ألم شديد وحاد ومتقطع ويسمى هجوم المرارة goal blader attack يتوقف الهجوم عندما تتحرك الحصوة ويتدفق السائل وتنتهي الهجم خلال 30 إلى 90 دقيقة قد يحصل لك ألم مشابه لكن بدون وجود حصوات السبب هو أن الكبد لا ينتج كمية كافية من العصارة الصفراء وتسبب كسل وتلبد المرارة مكان الألم دقيق حيث يبدأ في الجزء العلوي الأيمن من البطن أسفر الأطلاع مباشرة وينتشر إلى كامل البطن والظهر ويمكن أن يصل للكتف الأيمن وتحس بالغثيان والإقياء وأثناء هجمة المرارة لا يمكنك تجاهل أعراضها وقد تحتاج الذهاب للمستشفى فورا لأخذ مسكين ألم يمكن أن تحصل هجمة المرارة لأي شخص فوق سن الثلاثين وسبب تكون الحصوات هو الكربوهيدرات سريعة التسكر التي تتحول لدهون ومع مرور الوقت ينهك الكبد ويتشحم فيضعف إنتاج الكبد للعصارة الصفراء وبسبب ذلك تقوم المرارة بتركيز الكوليسترول حتى يصبح حصوة من المهم أن تعلم عزيز المشاهد أن الكوليسترول مهم ومفيد ويصنع الجسم 75% منه ويحصل على 25% من الطعام وإذن عدم في الوجبات لفترة طويلة يمكن أن يقل إنتاج العصارة الصفراء من الكبد والعكس صحيح وفرته بكميات مناسبة تسهل على الجسم تنظيف الكبد وسأشرح موضوع الكوليسترول بفيديو من فصل ستجد الرابط هنا بالأعلى أيضا من الأسباب الأخرى لتكوين الحصوات هو ارتفاع هرمونات تخزين الدهون الثلاث الإنسولين بسبب السكريات الكورتيزول بسبب الإرهاق والإجهاد للسترس أو الأدوية الكورتيزونية الإستروجين من اللحوم والمبيدات الحشرية وقد شرحته بالحلقة الخامسة والساتس الرابط هنا بالأعلى والسبب الرابع هو مشاكل الهضم وقلة مايكروبات الجهاز الهضمي لأن الأمعاء تعيد تدوير العصارة الصفراء طيب ما الفرق بين ألم المرارة وألم الكبد؟ ألم الكبد نفس مكان ألم المرارة ولكن يوصف بأنه ألم مزمن ممل وغامض كرونيك دل بيك بين وقد يكون شديد في بعض الأحيان وقد يسبب ألم في الظهر والكتف الأيمن غالبا ما يتم الخلط بينه بين ألم البطن العام وألم الظهر أو ألم الكلام من الصعب تحديد الموقع الدقيق لذلك من المهم مراجعة الطبيب ليقوم بإجراء فحصات دم أو موجات فوق صوتية التراساونت وأحيانا خزع لتحديد مكان الألم بعض الأسباب الشائعة لألم الكبد هي بالتدريج الاستسقاء، سائل في البطن، تشحم الكبد، التهاب الكبد، تليف، فشل، تضخم أو أورام الكبد وقد شرحت أعراض تشحم الكبد بالتفصيل الرابط هنا بالزاوية اليمين هنا نهاية الفيديو عزيزي المشاهد إذا حبيت سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن نشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعال موسيقى